أرجع تاني للزمالك الزمالك مشى أسوريو خد قراره ويبحث عن مدير فني جديد والنهاردة الكلام كتير قوي عالب بيصيره المدير الفني للمنتخب الناجيري اللي بيمر بمرحلة صعبة جدا وغالبا غالبا هيمشي من المنتخب الناجيري بعد تعادلين في أول مباراتين في تصفيات كأس العالم اللي بينفسوا فيها في مجموعته منتخب جنوب أفريقيا اللي ماشي بشكل رائع جدا فبيصيروا قريب بس مرة أخرى مرة أخرى غالبا كابتن معتمد جمال هيكمل ليناير غالبا ولو الزمالك ما قدرش يرفع القيد في يناير فغالبا كابتن معتمد جمال هيكمل لنهاية الموسم والشبافين مدرب أجنبي عارف الزمالك أنه يرفع القيد في يناير يرفع قف القيد في يناير هيبقى فيه مدير فني أجنبي والأقرب الآن الأقرب وليس الأكيد اللي فيه كلام من بعيد لبعيد كده عبر وكلاء وكلاء يخصوا بسيرو أنه ممكن يبقى بسيرو مدير فني جديد للنادي الزمالك بعد ما كان مدير فني سابق للنادي الأهلي ده جزء